رضخ وفد الميليشيات الإنقلابية أخيراً وأعلن موافقته على جدول الأعمال المتفق عليها سلفاً في المشاورات السابقة الأجندة التي يأتي على رأسها تسليم الأسلحة وانسحاب الميليشيا من المدن والترتيبات الأمنية من أجل استعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين ثم استئناف العملية السياسية خمسة أيام من التعنت والمماطلة إذن انتهت بموجة من الضغوط الأممية ألزمت الوفد الإنقلابي السير وفق الاتفاقات المبرمة وإبداء حسن النية من أجل المضي قدماً في طريق السلام يدرك المجتمع الدولي أن فشل مشاورات الكويت قد يسحق كل فرص الحلول السلمية المحتملة وهو ما يحاول وفد الميليشيا استثماره من أجل تطويع الجميع لمطامعه الخاصة التي ليس السلام من بينها ففي يوم سابق من يوم أمس الاثنين أبلغ سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وفد الإنقلابيين استياءهم لعرقلتهم المحادثات ومماطلتهم في إقرار جدول الأعمال واستمرار خرق وقف إطلاق النار بلاغ السفراء حمل أيضاً دعوة للإنقلابيين بعدم مغادرة الكويت دون التوصل إلى حل سياسي يرتكز على قرار مجلس الأمن إثنين وعشرين ستة عشر والمرجعيات الوطنية المتفق عليها تزايد الضغوط على الإنقلابيين شمل لقاء أمير دولة الكويت بشكل منفرد مع وفدي المشاورات اليمنية الحكومي والإنقلابيين اللقاء الذي أكد خلاله أمير الكويت حرص بلاده على إحلال السلام في اليمن والخروج من جولة المفاوضات الحالية بحلول سلمية نهيك عن دعوة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى تطوير خارطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار الدولي رقم 2116 إجماع دولي إذن على نجاح المشاورات هذه المرة وهو ما عززه المبعوث الأممي في مؤتمره الصحفي الذي أكد على ضرورة نجاح مسار السلام وسير المشاورات في تنفيذ الأجندة عبر المحاور المتفق عليها في محادثات بيال السويسرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة